وزارة التربية الوطنية وزعت منشوراً يحدد بمجبه قائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف للموسم الجارية ولعلى البارس في هذه الإجراء هو إقصاء العديد من التخصصات التي تسجل عج كبيراً في تأطير الأطوار الدراسية المنشور الخاص بالتخصصات المسموح بها للتدريس هذه السنة وخلافاً لسنوات الفارطة جاء مأتوراً من العشرات من الشهادات والتخصصات التي تشكل عصب القطاع على غرار شهادة الليسانس في علوم الرياديات وتم على سبيل المثال إقصاء شهادات علمية وأدبية من التوظيف في قطاع التربية على غرار لسانس في علوم الرياديات لسانس في علوم التاريخ لسانس في علوم التكنولوجيا لسانس في العلوم الطبيعية لسانس في البيولوجيا لسانس في اللغة الفرنسية وأخيرا لسانس في اللغة الإنجليزية وبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الدخول المدرسي إلا أن العشرات من المناصب لا تزال شاغرة بسبب غياب التخصصات لا سيما اللغة الأجنبية نوريا بن غبريت بالمقابل فتحت المجال واسعا لتوظيف أصحاب شهادات اللسانس في علوم النفس بجميع فروعه وجديد مسابقات التوظيف لهذه السنة فتح مناصب مالية لرتبة مشرف تربوي إلا أن الغريب في الأمر أن تشترط وزارة التربية الوطنية في سابقة هي الأولى من نوعها أن يكون المترشحون لهذه المسابقة من حملة لسانس في علوم النفس